السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة والد الأميرة رجوة الحسين وانهيار الأميرة رجوة عند علمها بوفاة والدها وتوجيه عاجل من الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن نعد ديوان الملك الأردني ببالغ الحزن والأسى اليوم الأحد والد الأميرة رجوة الحسين خالد بن مساعد آل سيف وقال التلفزيون الأردني أنه بأمر من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن يعلن ديوان الملك الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملك الهاشمي لمدة ثلاث أيام اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 الموافق 8 شعبان عام 1445 هجري وخالد آل سيف هو والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وهو من أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية ولد عام 1942 وهو رجو الأعمال السعودي درس في الجامعة الأمريكية بلبنان وتخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة وقالت مصادر أن فور علم الأميرة رجوة بوفاة والدها انهارت ودخلت في نوبة من البكاء الشديد وقام بتهديئتها كل من زوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وولدته الملكة رانيا ونعى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله حماه قائلا بمزيد من الحزن والأسى ننع فقدنا والد زوجتي عم الحبيب عرفناه كريما صاحب خلق ودين ولا يسيعنا سوى أن نرضي بقضاء الله وقدر رحمة الله وأسكنوا فسيح جنات وألهمنا الصبر والسلوان خالص تعازينا في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين وألهم أهله وزاويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر